مروح لجرمين إبراهيم موجودة في مدرسة طاها همام في إدارة البساطين التعليمية وبنتابع معها أيضاً انطلاق مارثون امتحانات السنوية العامة والنهاردة تحديداً امتحان العربي يا جرمين صباح الخير عليك ودقائق خلاص على انطلاق امتحان العربي يقول لنا آخر التفاصيل والاستعدادات عندك صباح الخير عليك يا جرمين صباح الخير عليك يا هديرو صباح الخير على شازلي صباح الخير على مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان زي ما قلت دقائق قليلة جداً بتفصلنا عن بداية امتحان اللغة العربية عايز اقول كمان امتحان السنوية العامة بدأت من 20 يونيو بالمواد الغير اساسية او الغير مضافة للمجموع زي التربية الدينية والتربية الوطنية لكن من النهاردة بتبتدي امتحانات المواد المضافة للمجموع بامتحان اللغة العربية واللي هيبتدي الساعة 9 بالزبط لحد الساعة 12 الظهر كمان يعني بتستمر الامتحانات لحد يوم 21 يوليو لان فيه فترة توقف هتكون موجودة بمناسبة عيد الاضحى من يوم 19 ل12 يوليو الحقيقة انه يعني في على مستوى محافظات الجمهورية بيؤدي تقريبا 707 الف طالب وطالبة الامتحانات في شعبتي العلمي والادبي وده في 2089 لجنة امتحانات منهم 105 الف طالب وطالبة بيؤدي الامتحانات في المحافظة اللي احنا متواجدين فيها دلوقتي وهي محافظة القاهرة وده في 297 لجنة بعد قليل الحقيقة احنا متظرين وصول محافظة القاهرة هيبدأ جولته هنا في مدرسة طه همام اللي موجودين قدامها علشان يتفقد صير الامتحانات والحقيقة ان محافظة القاهرة كان لها استعدادات كبيرة جدا لامتحانات السنوية العامة منها التأكيد طبعا على جهزية كل اللي جان بوسائل الانوارة والتهوية ووجود طفايات حريق داخل المدارس كمان وجود مراوح خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة علشان يبقى كل الاجواء مناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات كمان تم ازالة كل الباع الجائلين والاشغالات من محيط المدارس والتنسيق مع الادارة العامة للمرور لتيسير حركة المرور في محيط المدارس طبعا تسهيلا على الطلاب وصولهم للجان الخاصة بالامتحانات كمان تم التنسيق مع مدرية الصحة لتوفير سيارات اسعاف في محيط اللجان يعني لحالة موجهة اي طارق لقدر الله كمان بيتم تأمين سير ورق الاسئلة من مراكز التوزيع للجان الامتحانات وكمان الاماكن التي تخزن فيها الاجابات ففي جهود كبيرة بتتم في الوقت كمان اللي في مدرية وزارة التربية والتعليم بتوجه نصائح كتير جدا للطلاب مع بداية امتحان المواد الاساسية منها التأكيد على كتابة الاسم ورقم الجلوس في المكان المخصص لهم وكمان كتابة كود الاختبار اللي موجود اسفل كراسة الاجابة على ورقة البابل شيت ده غير كمان النصيحة اللي بيتم توجهها على مدار كل السنين عدم استحاب اي اجهزة محمول داخل اللي جان او اي اجهزة بتساعد على الغش علشان ما يتعرضش اي طالب لاي عقوبة يعني طبعا بيتم كمان تطبيق الاجراءات الاحترازية حتى لو موجت يعني كورونا خفت شوية لكن اكيد لازم يبقى في حرص على صحة الطلاب الحقيقة انا ملاحظة انه في حالة راحة وموجودة على وشوش الطلاب قبل الامتحانات بنتمنى اكيد تستمر لحتى بعد امتحان اللغة العربية برجع لكم مرة تانية في الاستوديو جرمين ابراهيم بشكرك شكرا جزيلا ان شاء الله انتمنى التوفيق لكل الطلبة النهاردة في امتحان العربي ان شاء الله يعني زاي ما انت قلت يعني هم لاخين الامتحان مرتاحين نفسيا يخرجوا ان شاء الله مبسوطين ومرتاحين نفسيا من لتمنى لهم جميعا التوفيق شكلهم باي مبسوطين بهونه ونزلين من الوطبئيس شفته حنتدلي بقى الامتحانات ويعني ان شاء الله